موسيقى الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم اللقاء يتجدد ويعني الشوق جميل لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحداث يعني كل حدث أجمل عن الآخر كل حدث يخرج لنا بفائدة جميلة برنامجكم يا أخوي كرام وذكرهم يعني هدفه أن نخرج ليس فقط القصد سرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخروج بفوائد وعبر حتى نطبقها في حياتنا في هذه الدنيا بشكل عام الزوجية العملية المهنية مع الصديق مع الزميل مع الأم مع الأب مع كل أحد توقفنا يا أخوي كرام عند خروج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزوة بدر ما الذي جعل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج لغزوة بدر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل الكفار المشركين ما سأل خلاص يا محمد أنت هاجرت وجلست في المدينة أترك أهل مكة بشأنهم وإعبد الله عز وجل وادعوا إلى الله عز وجل لكن لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لما خرجوا من مكة يا كرام تركوا أموالهم فلوسهم دورهم حلالهم نوقهم خيولهم أراضيهم مزارعهم تركوها في مكة نهبوها أهل مكة ما تركوا منها شي جعلهم يخرجون من مكة مطرودين حفا ما عندهم شيء أبدا وذكرت لكم صهيب الرومي لما أراد أن يخرج مسكوه اكتعال ويراح قال أنا بهاجر إلى المدينة قال أنت أتيتنا صعلوك لا مال لك الحين تبغي ترجع بعد ما تكونت هذه الثروة وتأخذها معاك للمدينة قال لا 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 تطلع من مكة مثل مواجهتنا ما عندك ولا حاجة قال إن تركت لكم المال الذي عندي أتخلون عن سبيلي أتتركوني أذهب بشأني قالوا نعم لكذا فقال ما لي في المكان الفلاني في البقعة الفلاني اذهبوا إلي فعلا ذهبوا وإذ بمال موصع بن عمير موجود هنا انتقل مباشرة وين تجي المدينة وهاجروا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن المسلمين الذين هاجروا وتركوا أموالهم في مكة أنا أبغي أسترد أموالي اليوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب حق عندناس موجودين هاجروا معه حقهم مسلوب حقهم مسروق يريد أن يرجعه طيب كيف أرجعه كيف ما في غير أني أترصد قوافل التجارة اللي تخرج من مكة متجهة للشام أترصد أقف في وجه هذه القوافل وأقف هذه الأموال بدلا عن الأموال التي سرقوها في مكة خرج خرجت قافلة عير لأبي سفيان أبي سفيان هذا والد معاوية رضي الله عنها هذا أسلم بعد ذلك خرج يريد الشام في عودته كان خائفا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعترض طريقة فكان دائما أنه يرسل العيون تبحث و يعني تشوف في أحد بيعترض طريقها في أحد بيغزوها في أحد بيضرها في أحد بينهب هذه القافلة أو لا فكان حريصا دقيقا يمشي بطريقة وهذا الطريق يؤدي إلى إلى بدر يا أخوة يا كرام طيب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما يرسل طلح بن عبد الله وسعيد بن زيد يتطقسوا عن حال القافلة أين ستصل ومتى ستصل هم عندهم خبر أن القافلة هذه خرجت وذهبت إلى الشام وستعود محملة بالبضائع إلى مكة ستعود محملة بالبضائع قال لك الحين أنا أخذ أموالهم أرسل من طلح بن عبد الله وسعيد بن زيد يتطقسوا يتطقسوا وين وصلوا الجماعة في القافلة خرجوا يوما وجدوا القافلة عادوا مسرعين إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبروا قال يا رسول الله إن القافلة في المكان الفناني كذا وكذا وعددهم كيت وكيت ما يقارب كذا وكذا من النفر وعندهم من البضائع والإبل والنوق المحملة بالأموال هي قضية تجارة يروحون بضاعة ويعودون بتجارة ببضاعة أخرى هذا اللي يبغيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه قال يا قوم إني خارج أعترض عير أبي سفيان حتى أرجع إليكم أموالكم من أراد أن يخرج معي فليخرج الآن السؤال هو مش خارج للقتال ولا خارج لمعركة الخروج كل ما في الأمر هو أني أخذ هذه القافلة وأخذ الأموال اللي فيها السلام عليكم قتال حرب معركة لا ما في شيء ما في شيء من ذلك أبدا طيب من أراد أن يخرج فلان علان أنا بطلع أنا كذا والبعض مرفض أن يخرج خرج من خرج عددهم ثلاثمئة وثلاثة عشر شخص من الأوس والخجر المهاجرين وكذا عندهم فرشين اثنين خيول اثنين وسبعين ناقة حتى كل ناقة عليها اثنين كانوا يركبون ويمشون فرشين اثنين نفسيا معنويا ماديا ما كانوا متهيئين أبدا للقتال نحن لم نخرج لقتال خرجنا فقط نأخذ هذه العير ثم نعود سلام عليكم وعليكم السلام نأخذ أموالنا اللي أخذتوها عنها ماذا حدا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه هذول الأشخاص أبو سفيان كان يرسل العيون تتبع الأخبار من بعيد لبعيد أحد هذول العيون التي خرجت لأبي سفيان رأت اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس قمة جبل فعاد مسرئا وأخبر أبو سفيان قال لا أنا شفت اثنين في المكان الفلاني كذا كذا فلما رأوني ولوا مدبرين قال أبو سفيان دعني أذهب وأنظر بنفسي خرج أبو سفيان مباشرة متجهي أخوة الكرام إلى هذا المكان لما وصل إلى هذا المكان ماذا وجد وجد أن هناك بقايا الخيل البعر ما يسمى بالبعر اليوم مكرمكم الله وعزكم الله فمسك هذا البعر وجلسه فتت هذا البعر فوجد فيه نواتة التمر فقال هذا علفوا يثرب علفوا أهل المدينة يطعمون خيولهم التمر والرطب فقال هذا علفوا يثرب يعني أصحاب الخيول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم في يثرب المسلمين هم في يثرب المدينة أرسل رسولا مباشرة إلى أهل مكة قال أنجدونا إن محمدا قد عزم على أخذ العير التي معي محمد صلى الله عليه وسلم عازم أن يستولي على القافلة وصل الخبر لمكة مباشرة وصل إلى من كبار قريش وصل الخبر إلى قائدهم من هو؟ عمر بن هشام أبو جهل فقال فنادى بالناس تهيأوا استعدوا محمد في المدينة يريد أن يأخذ القافلة والحين قالوا حرب تهيأوا للقتال خرج من أهل مكة وكفار قريش 1300 مقاتل متهيئين نفسيا ومعديا ومعنويا وين رايحين؟ رايحين يقاتلون رايحين للحرب مش رايحين عشان يناقشون تهيئوا بالسلاح والعتادي وكل شيء وين 1300 وين أمام 13 313 شخص شتان بين عدد هؤلاء المسلمين وبين عدد كفار قريش أربع أضعاف يا رجل أربع أضعاف والحين قالوا نخرج بسم الله خرجوا في وسط الطريق أبو سفيان ماذا فعل لما وجد أن محمد صلى الله عليه وسلم متهيئ لأخذ القافلة غير مساره مباشرة واتجه إلى جهة الساحل غرب على قولتهم غرب إلى اتجاه المغيب وضرب على الساحل هذا الساحل وين يقودك مباشرة ينزلك إلى جدة حتى تسم القافلة أرسل أبو سفيان لمكة قال لهم عودوا لا حاجة لقدومكم فإني قد سلمت بالعير أنا خلاص نجيت الحمد لله والعير نجت وإحنا اليوم راجعين والأمور سهلات والحمد لله نجت العير قال لها نجت العير وصل الخبر للجيش المتجهز هذا الألف وثلاثمائة مقاتل قالوا لأبوي الحمد لله أبو سفيان جاء نهر رسول من عنده وقال تراها القافلة نجت وسلمت والرجل اتجه إلى جهة البحر الساحل وسيصل إن شاء الله وصل الخبر إلى أبو جهل هذا كذا كذا قال الأخنس بن شريق وهم بني زهرة قال أنا سأعود ليس لي حاجة في الخروج كنت خارج لأحمل قافلة المحملة بالمتاع الذي لنا والمتاع الذي لنا اليوم قد ضمننا سلامته أبو سفيان اتجه إلى الغرب وضمن لنا سلامة العير أنا سأعود فغضب أبو جهل واشتط غضبا وانتفخت أوداجه قال والله لا نعود اليوم وكأنه يقود نفسه إلى حتفه وإلى موته أبو جهل فرعون هذه الأمة فقال والله لا نعود ما كنت مهيئا جيشا لأعود به والله لأصل إلى بدر وأنحر الجزور النوق وأطعم الطعام وأشرب الخمر وتغني الجواري وأطعم الطعام ثلاثة ليالي في مكة في بدر عفوا حتى يعلم ويعلم فينا العرب كافة أننا أصحاب جلد وقوة ومنعه قال لا أعود والله ما رجعت أوصل بدر يعني أوصل بدر ومعاي جيشي وببيت في بدر ثلاثة أيام بذبح وبغني وبشرب الخمر وبطعم الطعام حتى يعرف العرب كافة أن أهل الحربي والسلاحي والقوة ولا نخاف أبدا قال الأحناثة بن شريق وكان رجلاً كبيراً في العمر قال أنت وذاك قال يذهب أنت وما معك يقول له أنت رجل شايب مخرف وكان كبيراً في العمر ولكنه صاحب حكمة الأحناثة بن شريق هذا تذكروه هذا هو نفسه يا أخوة الأحناثة بن شريق هذا نفسه لما في بداية الدعوة إلى الإسلام هو الذي وقف مع أبو جهل في أحد الأودية قال له يا أبو الحكم ليس هاهنا من أحد ما في حد موجود أنا وأنت بس أني سائلك فاصدقني بما سأقل قال وما ذاك قال محمد صادق أم كاذب هل موضوع بيني وبينك يا أبو جهل اليوم ما في حد هنا بعدنا يسمع أنت رأس وأنا رأس نحن كبار القوم بس لك سؤال صريحة شوي محمد صادق في دعواه هو فعلا نبي ولا لا فقال أبو جهل اسمع يا الأحناث محمد والله إنه لصادق والله إنه صادق اسمع هذا أبو جهل أبو جهل يقر ويعلم علم اليقين أن محمد صاحب دعوة وصاحب نبوة وأنه مرسل من عند الله والحك أن الأنف والغرور ماذا قال قال كنا وبني عبد مناف نتنازع الشرف فمنا أمير ومنهم أمير يعني إذا هم كانوا يتناوبون إذا مات واحد من بني عبد مناف مسك أحد من عائلة أبو جهل الحكم مات واحد من عائلة أبو جهل يرجع الحكم لبني عبد مناف اللي هم من أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكان مننا الأمير ومنهم الأمير فإذا أنفقوا أنفقنا وإذا تقدموا تقدمنا وإذا أطعموا أطعمنا يعني أنا وهم نحن وهم متساوين في الشرف والملك والسيادة والريادة حتى إذا كنا كفرسي رهان حتى إذا تساوينا عند العرب كافة يعرفون أن بني عبد مناف وأهل أبو جهل متساوين في العطاء والكرم والشجاعة وكل شيء سيقولون بني عبد مناف منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي يعني إحنا الحين إلى الآن مخافضين على سمعتنا وإحنا بني عبد مناف متساوين بيطلعون إذا قلننا محمد نبي سيقولون بني عبد مناف أحنا منا نبي أنتم معناتكم نبي فمعنات إيه سيتقدمون فمن أين نأتي لهم بنبي فقال لا يصلح إلا أن نقول أنه كاذب أو شاعر أو مجنون صلوة ربي وسلامه عليه فقالوا قولتهم وإلا هو في قرارة نفسه يعلم أنه نبي ولكن الغرور والغطرسة والأنفة هي التي فعلت بهم هذه الفعاهي ولأن العرب يقولون أن بني عبد مناف سبق أهل أبو جهل بالريادة والسيادة وغيره والنبوة اسمع قال الأحنث بن شريق أنا سأعود بمن معي من بني زهرة وعادوا فعلا ثلاثمائة شخص بقى مع أبو جهل ألف شخص ألف شخص خرجوا مباشرة متهيئين للقتال بسيوفهم وخيولهم وأبلهم خلاص معركة حرب يتجوا مباشرة يريدون بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر أن القافلة قد انحارفت عن المسار شاور من معه ووصله الخبر أن قريشا قد أعدت العدة لكي تقاتل محمد ثلاثمائة نفر جمع ألف نحن ثلاثمائة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال يقوم ما شو رأيكم شو تشورون عليه شو أسوي وهذا من فقه الدعوة وهذا من فقه السياسة ودليل على الحكمة للإنسان يشاور من معه من أهله من أمه من أبوه من أعمامه من أخواله من جيرانه ليس بيعيب وهو من هو الذي يوحى إليه من السماء يأتيه الخبر من السماء ولكنه ما يأس أبدا أن يستشير أصحابه وكان يقول له أشيروا علي ماذا أفعل فتكلم أبو بكر وقال كلاما حسنا ثم تكلم عمر وقال كلاما حسنا ثم جلس يقول للناس أشيروا علي أشيروا علي أشيروا علي وكان ممن تكلم المقدان ابن عمر قال يا رسول الله أمضي لما أراك فنحن معك يا رسول الله خلاص روح وما تبغي احنا معاك انت بس قول احنا معاك والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون لا احنا بنقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون روح يا محمد جدام احنا بنقول لك مثل ما تخلت ابن إسرائيل عن موسى عليه السلام إذا بنت روحك روح قاتل انت وربك احنا ما بروح إننا هنا قاعدون لكن الصحابة الكرام قالوا يا محمد اذهب إنا معكما مقاتلون رضي الله عنهم وأرضاهم فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد هذه منطقة في أخر الجزيرة لتبعناك لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير وقال عبد الله بن مسعود والله لتمنيت أن لموقف المقداد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما حتى عبد الله بن مسعود صاحب الجغار قال يليتني أنا اللي قلت هذا الكلام لماذا اليوم نحن نعظم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا نفخر بهم ولماذا كتب السنة قد دونات وسطرات الأحاديث التي تدل على فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم أنا أسألكم سؤال وأسأل كل من يطعن في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الذي هاجر من الذي قاتل من الذي آوى من الذي صدق من الذي أنفق من الذي قدم أبناءه في سبيل الله من جن وشعودين من هم الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفتوحات من أصحاب الغزوات كيف لنا أن ننسف هذا التاريخ العظيم المليء بالخير والبطولات والرجولة والعطاء كيف وين الأنصاف وين العدل هذه السيرة وهذه السنة من الذي نشر دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إلى أن وصل إلى أقصى الأرض ومغاربها من طالحة بن عبيد الله وين وين ميت وين وين قبرة عند أبواب أسوار القسطنطينية في اسطنبول وصلوا غزوا الدنيا كلها وفتحوها رضي الله عنه ورضاه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت أخوة للدعوة الكاذبة التي تغر الصدور وتعمل أبصار ضد صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة لو تنفقون مثل أحد ذهب والله ما بلغ أحدكم نصف ما بلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا رجل قدموا الكثير في خدمة هذا الدين علينا أن نكون منصفين ونعطي هذه الناس قدرهم وجلالتهم ومكانتهم العظيمة في قلوبنا رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عن أمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين وجمعنا بهم في جناته جنات النعيم يعني يليت يا أخوان ما نسمح لذن أبدا تتقبل أن تسمع لأي إنسان يشغب ويوشش ويطعن في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاصل يا أخوة الكرام ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكمل يا أخوة الكرام جمال هذه السيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر إلى ماء فوجدوا غلمين نبينا محمد أرسله علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص إلى بئر استقيان منه الماء الآن هو خارج صلى الله عليه وسلم خارج خلاص معه ثلاثمية وثلاثة عشر شخص طيب وتهيئ لمواجهة كفار قريش بهذا العدد الكبير وجدوا غلمين اثنين يالسين هناك يستقون الماء أخذهم قبضهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من قريش قال من الذي أرسلكم؟ قال أبو جهل ثم ضربهم قالوا قولوا الصدق من أين أنتم؟ هم يريدون أن يقولوا لهم أنهم من العير يعني من قافلة أبو سفيان هم يريدون أن يأخذوا العير الآن مش همهم أبو جهل وجماعة مكة لا يريدون العير القافلة حتى يأخذوا منها الأموال فقال لا نحن لسنا من عيري أبي سفيان فأطلقوهم ثم مسكوهم من جديد وضربوهم قالوا قولوا من أين أنتم؟ قالوا نحن أتباع وأهل القريش جئنا حتى نستقي من الماء قال أين القوم؟ قال هم وراء هذا الكثبان وين الجيش؟ جيش أبو جهل وين؟ قالوا من خلف هذا الكثبان وراء هذا الجبل قال كم عددهم؟ قال لا أدري قال كم يأكلون؟ كم ينحرون؟ فقال له مائة من الإبل كل يوم ينحرون أمية من الإبل عدد كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عددهم بين التسعمائة والألف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذن هم بين الألف والتسعمائة رجل مدام أنهم يذبحون باليوم أم يتناقع طيب قال عتبة من أشرافهم؟ هذول الجماعة الموجودين من أشرافهم؟ الجيش من قياداته؟ منهم؟ فقال له فيهم أشراف وقريش فيهم عتبة وشيبة بن ربيعة وفيهم أبو البختري بن هشام وفيهم حكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيم بن عدي والنظر وأبو جهل وأمية بن خلف ذكر لهم أئمة الكفر اقترح بعد ذلك الصحابة وبكر رضي الله عنه الصحابة قال يا رسول الله ألا ترى أن نبني لك عريشا ويكون في خلف الجيش ونجعل له حرس لك وننظر ماذا يحدث ثم نساوي هذه الجيوش حتى تلتقي بهذا العدو فقال إذن إذن يكون ذلك استعدت دخلت قريش بجيشها ودخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوي هذا الجيش كامل وقف يساويهم أنت قف كذا أنت ستقاتل في هذه الجهة وأنت ستقاتل فيها وهم ينظرون كفار قريش وصلوا خلاص متهيئين للقتل هم في صف والمسلمين في صف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف قال أنت ستقاتل في هذا الجهة وأنت ستقاتل في هذه الجهة وأنت ستقاتل في هذه الجهة هنا ماذا فعل سواد بن غزية النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي جليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي الصفوف فمر على سواد بن غزية فماسك النبي صلى الله عليه وسلم مثل العصى كذا يعني ما يضربهم فيها لكن يسوي الصف فقال صفوان بن غزية يا رسول الله أوجعتني يعني بالضربة هذه اللي أنت يوم منك تسوي الصف فقال وما تريد فقال أريد القود القود يعني أريد الانتقام أبغي القصاص منك أنت أوجعتني يا رسول الله فهريع الصحابة فقال وماذا تقول تنتقم من رسول الله إحنا وقفين نبغين حارب شئ له الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه ماذا تريد قال اكشف عن بطنك أريد أن أقتص منك مثل ما فعلت بي فعل بك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فنزل صفوان بن سواد بن غزية فحضن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب الناس ماذا تفعل يا سواد بن غزية فقال ليس بشي يا رسول الله ألا ترى ما نحن عليه أنت ما تشوف إحنا وين وين نواصلين إحنا أمام حرب إذن فقال أحببت أن يكون آخر عهدي أن تمس بشرتي بشرتك شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحبه قالوا أردنا أنا أريد فقط من هذه الحركة التي سويتها أني أقتص منك أنا لا أريد أقتص منك ولا حاجة أنا أريد أبغي أضمك أو يكتشف عن بطنك حتى تمس بشرتي بشرتك بشرتك ويكون آخر عهدي في هذه الدنيا ذلك فقام رضي الله عنه أرضا فكان رضي الله عنهم الصحابة الكرام ويأخوة الكرام يعني يحبون محمد صلى الله عليه وسلم ويفدونه بكل ما يملكون استعد الجيشان للقتال استعدت قريش واستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وأرسلت قريش عمير ووهب يتجسسها ليتعرف على مدى قوة المسلمين عمير بن وهب فذهب عمير بن وهب فدار عمير بفرسه حول عسكر المسلمين يرسل حول عسكر المسلمين ثم رجع عليه فقال ثلاثة مئة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر لعل هناك كمين أو لعل هناك مدد سيأتيهم من بعيد لعل في جيش مخباي أو كذا ثم انطلق وعاد من جديد فقال ليس ها هنا من أحد أبدا طيب قامت معارضة بقيادة أبي جهل وهيأ الناس وشجعهم وأمرهم بالقتال ورفع من معنوياتهم على قولتهم كانوا من قبل يا أخوة يا كرام في بداية الحروب أول ما يلتقي الجيشان طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن أخبركم ماذا حدث في المعركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنى له عريشا في خلف الجيش بعدما هيئهم ووزعهم ورفع من معنوياتهم بنى له عريشا وجعل عليه حرس هو وبكر الصدق من قبل كانت الغزوات أول ما تبدأ الحرب ما يبدون مباشرة شديك الواحد يدخل في الثاني لا تبدأ ما يسمى بالمبارزة يخرج ثلاثة من هذا الجيش وثلاثة من هذا الجيش ويتبارزون ثم بعد ذلك على قولتهم يختلط الحابل بالنابل وتقع المعركة ولي يصير يصيروا قدام من الذي خرج الذي خرج من كفار قريش عتبة وشيبة بنى ربيعة ومعهما الوليد بن عتبة عتبة وشيبة أبناء ربيعة و الوليد بن عتبة هذولي أخوه صناديد الكفر مو بأي أحد سادات خرجوا قالوا اخرجوا لنا أحد نبارزه فآمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج من معوذ وعوف وعبد الله بن رواحة معوذ وعوف وعبد الله بن رواحة خرج التقي أمام الجيش وقفا قال من أنتم قالوا نحن معوذ وعوف وعبد الله بن رواحة قال أكفاء كرام إسماء شوف النخوة وشوف الأخلاق اللي كانت يتصف فيها العرب من قبل قال أكفاء كرام ولكن ليس لنا بكم حاجة أخرجوا لنا أسيادكم لا لا أنتم أنتم ما نبغيكم لكنكم أكفاء كرام شوف في موقف حرب في موقف غزوة قتال ومع هذا أثنوا عليهم خيرا قالوا أنتم أكفاء كرام ما أهانوهم وما استصغروهم ولا شيء أخلاق العروبة هذه تفعل فأخرجوا لنا قومكم رجعوا للنبي عليه السلام قال يريدون أسيادنا فقال صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي بن أبي طالب وقم يا عبيد عبيده بن وقم يا عبيده قام عبيده بن الحارث ومعه حمزة بن عبد المطالب وعلي بن أبي طالب خرج أهله علي بن أبي طالب أبن عمه وعبيده بن الحارث من أبناء عمومته وحمزة بن عبد المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قام قم وخرجوا تقلد سيفيهما وخرجا قال من أنتما قال أنا فلان وفلان وفلان قال نعم أنتم أكتفاء ما الذي حدث عبيده بن الحارث تقاتل مع عتب بن ربيعه وقعت المعركة دق وفوق وتحت وشيل وحط على قولتهم سبحان الله ضرب عبيده بن الحارث طعن ومترت ساقه ورجع عبيده بن الحارث وضرب عتب بن ربيعه كذلك حمل عتب بن ربيعه عبيده بن الحارث توفي بعد ثلاثة ليالي نحسبه شهيدا والله حسيبه قام حمزة ومعه يقاتل من شيبة بن ربيعه وعليه الوليد بن عتبه حمزة رضي الله عنه قتل شيبة بن ربيعه وعليه بن أبي طالب قتل الوليد بن عتبه ثم جهزا على عتب بن ربيعه الذي نحر الذي قتل عبيده بن الحارث فأجهز عليه وقتله اشتط غضبه كفار قريش غلبون الجماعة في المبارسة والآن عبيده بن الحارث أخذ توفي بعد ثلاثة أيام لكنهم ثلاثتهم قتلوا في نفس اللحظة بعد ذلك دخل الجيش بعضهم بعض وطحن نقعت المعركة وطحنت السيوف يا أخوة يا كرم وكانت المعركة في رمضان سبع طعشر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف رافع يدي يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يمده وينصره فقال يا رسول الله يا ربي يا الله يا رب العالمين أنجز وعدك الذي وعدتني الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين طائفة الأولى إما أن يأخذ العير والعير نجت وسلمت طائفة ثانية أن ينتصر في هذه المعركة فقال يا ربي أنجز وعدك الذي وعدتني وجاء سيرفع يدي ويدعو الله عز وجل ويلح على الله عز وجل في الدعاء حتى سقط ردائه من على كتفه سقط عنه ردائه وهو يرفع يدي ويلح على الله في الدعاء جاء بكر صديق قال يا رسول الله يا نبي الله قد ألححت على ربك إن الله سيوفيك بما وعدك سبحان الله فما الذي حدث يا أخويا كرم فالنبي صلى الله عليه وسلم أغشى إخشاءة أغمض كذا ثم قام قال يا أبو بكر جاء المدد ها هو جبريل ها هو جبريل قادم معه ملائكة محملة بسيوف ستقاتل اليوم سيهزم الجمع يولون الدبر جبريل قال نعم جبريل جاء المدد من السماء لذلك قال سبحانه وتعالى إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كل ملك شال معه واحد ولقد أنصركم الله ببدري وأنتم أذلة ما في عددكم قليل فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين شو يعني مسومين؟ كل ملك مسما إلى الشخص معي روح له أنت تقتل فلان وأنت تقتل فلان وأنت تقتل فلان فسبحان الله حتى قال أحدهم كنت أرى أحدهم يجري فيطير رأسه والآخر تطير يداه والآخر تبتر ساقه والله لا أدري من فعل ملائكة آيات قرآنية مدد من السماء وين ثلاثمائة وين ألف شخص ألف مقاتل فوقعت الحرب ووقعت المعركة بينهما بطريقة يعني كبيرة جدا بدأوا يتهالكون ويسقطون واحدا تلو الآخر ثم بعد ذلك جاء رجلان العبد الرحمن بن عوف يقول العبد الرحمن بن عوف وإني لفي الصف في المعركة إذ لفي يوم بدل إذ التفتت عن يميني وعن يساري فتيان حديثان واحد عن يمين واحد عن يساري شباب صغار فقال يا عم أين أبو جهل أين عمر بن هشام فقال وماذا قال سمعنا أنه يسب محمدا والله لو رأيناه لا يزول أحدنا عن الآخر حتى يموت فقال والله لا أريكم إياه إن رأيته معركة وينحنا نطلع أبو جهل ألف هم ملائكة يستحارب وتلاثمية مقاتل من أهل المدينة فقال لن أريتكم في المعركة قام مدرحون بن عوف وقال للصبيان ها هو أبو جهل الذي على خيله وكان على فرسه وحوله الحرس مطوقين به فهو الثباء عليه بسيفيهما وطعنا وجزة ساقه ثم وقع على الأرض يتلطخ بترابه ودمه وقع أبو جهل الطاغ يا فرعون الأمة وقع أبو جهل جاء إلى حتفه باختياره الأحنث بن شريغ كان يقول له عود خلنا نرجع خلاص العير سالمة قال لا أنا اليوم أروح حرب حرب إلى أن أغني وأشرب الخمر وترقص الجواري وأطعم الطعام ثلاثة ليالي حتى يعرف العرب أن أشداء شديد يتلطخ الآن بترابه على الأرض جاءه عبد الله بن مسعود لما كان يتفقد القتل في المعركة بعد الغزوة المهم هزم الجيش انتصر المسلمون عادة جاء المسلمون ينظرون في القتل والجرحة فوجد عبد الله بن مسعود أبو جهل ملطخون بالتراب حي مش ميت أبو جهل عمر بن هشام يا جماعة الخير مش أي أحد عبد الله بن مسعود كان معرف واحد ضعيف ساقة ضعيفة ضعيف قصير وضيف تيارة على الغنم صحابي جري رضي الله عنه فجاء لما رأى أبو جهل فنوكزه بسيفه ثم قال له لمن الدائرة اليوم أبو جهل يقول لمن الدائرة اليوم قال لله و لرسوله يعني من أولا انتصر اليوم كان يظنه سينتصر قال لله و رسوله ثم اعتلى على صدره وقف على صدره و وضع رجله و حجع على عنقه و هو ينظر إليه و يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم أنت ترعى الغنم تشتغل عندنا خادم تقف وتضع رجلك على عنقي أنا أبو جهل عمر بن شام سيد قريش فمسكه من شعره و جز رأسه رضي الله عنه و أرضاه و جر رأسه إلى أن ألقاه بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم و قال له هذا فرعون هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو فرعون هذه الأمة قتل و مات الطاغية المجرم الذي سفك الدماء و شرد الأبرياء و يتم الأطفال و آذى محمد صلى الله عليه وسلم و أصحابه قتله شر قتله حتى جاءت بعض الروايات عندما أراد أن يقص رأسه ضواب المسعود قال إن أرادت أن تقطع رأسي فلا تقطعه من الأعلى اقطعه من الأسفل لا تقطعه من فوق اقطعه من تحت قال و لي ماذاك حتى يستبين رأسي أنه أكبر حجما يوم أنت بتقطعه من فوق بالرأس بيبين صغير لكن يوم الرقبة معه الرقبة مع الرأس الشي كبير شوف تخيل شوف الأنفة والغرور و هو ميت يريد أن يقوله انظروا إلى رأسه ما أكبره يا الله شل العقول هذه الغريبة و هو ميت يقول لا تقص من فوق قص من تحت أريد الرقبة تدخل مع الرأس حتى إذا رأاني محمد و من معه يرون أن أبو جهل كان جثة ولكن إلى جهنم و بئس المصير فاصل يا أخويا كرام و أنا أعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام و على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين بقي شخص واحد ما عرفنا ما حدث فيه فهذا مبايا حد أميّ بن خلف الطاغي المجرم الذي كان يعذب بلال ابن رباح رضي الله عنه أرضه بلال من الذي كان يضع الحجارة على صدره في عز الظهيرة و يعذبه حتى يحترخ بشدة الحر بلال كان عبدا عند أميّ بن خلف أميّ بن خلف هذا بلال عبد عنده اشتراه أبو بكر و أعتقه أبو بكر الصديق اشتراه بلال و أعتقه في سبيل الله كان يعذبه أميّ بن خلف عبد الرحمن بن عوف كان صديقا لأميّ بن خلف قبل الإسلام رأاه يمشي معه ابنه عبد الرحمن بن عوف فقبض عليه حتى يكون أسيغا فقال أليس لك باللبني شيء شو رأيك تفديني أعطيك نوق أعطيك حليب أعطيك كذا أعطيك أرض وأعطيك زراع خلني تركني بس أمشي أفدي نفسي فجره يريد أن يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه طمع أن يأخذ منه ما وعده من الأبل وغيرها فدية من الذي رأاه؟ رأاه بلال فصاحب أعلى صوته رأس الكفر أميّ بن خلف رأس الكفر والله لا نجوت إن نجا أخرج سيفه تقدم مباشرة وكان الذي يذود عنه من عبد الرحمن بن عوف يحامي عنه أميّ بن خلف ليش؟ طمعان بالغنيمة طمعان بالفدية في فدية مقابل هذا الرجل خليه يروح نأخذ الفدية قال والله يبغي أن تقم لنفسه بلال رضي الله عنه وارضة عذبه عذاب شديد في بداية الإسلام فجلس يلوح بسيفه وعبد الرحمن بن عوف يحامي عنه قام عبد الرحمن بن عوف من طريقه وأمر أميّ بن خلف بالهروب هارب أتبعه بلال وقتله وقع مخشيًا على الأرض من الذي قتله؟ بلال رضي الله عنه الصحابي الجليل انتهت المعركة بانتصار عظيم للمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع كفار قريش كلهم وأن يلقوا في قليب بدر بئر كبير ألقوهم كلهم سبعين قتيل وسبعين أسير من كفار قريش ألقوهم كلهم بعد ثلاث أيام جاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على هذا القليب على هذا البير فناداهم لمن الدائر اليوم يا أبا جهل يا أمي ابن خلاف يا شيباه يا عتباه يا لسينادين بأسمائهم فقال له أمي ابن خطاب يا رسول الله يعني ما كنت مسمع من في القبور هذه الأموات هلكة انتهوا أنت وين بتسمعهم الحين فقال والله إنهم أبلغوا مما أقول منكم يعني يسمعون وأهل العلم يقولون هذه خاصية للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه معروف الميت لا يسمع الميت آخر ما يسمعه هو قرع النعال الناس اللي معاه في المقبرة وهم ذاهبون مولون يسمع نعالهم قرع النعال لهم غير ذلك ما يسمع الميت لكن قال أهل العلم هذه فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أسمعهم الله عز وجل حتى يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم فوق رأسهم يتكلم فرموا كلهم في هذا المكان الآن الجماعة الجلسين في مكة شيء جزء منهم ما طلع لحنث بن شريق وصفوان بن أمي ابن خلف هذا أمي ابن خلف الذي قتله بلال عندها ابن ابن اسمه صفوان هذا رأس من روس قريش فكانوا في مكة رجع الحسيمان بن عبد الله الخزاعي رجل منهم قال ما ورأك شو عندك شو اللي صار بشر قالوا لقد ذهب الأسياد كلهم قال قتل الأصحاب كلهم ليس لنا في العيش سعادة بعد اليوم من قتل قال قتل عمرو بن هشام قتل شيبة قتل عتبة قتل أمي ابن خلف قتل وجلس يعدد الصناديد الكفر كلهم صفوان بن أمي من بعيد يقول الرجل فيه جنون اسألوه اسألوه لعله فقط مجرد حافظ أسماء رجالات مكة وجالس يسردها اسألوه أين صفوان بن أمي فسألوه فقال أين صفوان بن أمي فقالوا ها هو ساند ظهره على الكعبة والله لقد رأيت أباك وأخاك قتل بين يدي يقول لهذا الحسيمان من عبد الله يقول والله لقد رأيت بعيني هذه أبوك وأخوك قتل بين يدي فحزن وحزن راحت السيادة كلها رؤوس قريش كلهم ماتوا ما بقي فيها أحد أبدا بعد ذلك ترى يأتي فتح مكة وكذا ليش أنه خلاص السادة والرؤوس كلهم انتهوا الآن بقي عندنا يا أخوة الكرام هذول الأسرة سبعين أسير النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرة كان من كان أبي العاص بن الربيع أبي العاص بن الربيع هو زوج زينب بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج لهذه المعركة مكرها ما يريد أن يخرج لكن الناس خرجات وخلونا نخرج وكذا ولوموه أهلك وجماعتك اطلع معاهم يلا فخرج معاهم وإلا هو مكره لا يريد أن هذه المعركة هو زوج زينب وجده النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرة أبي العاص بن الربيع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها لكل أهالي الأسرة من يريد أن يفدي الأسير فليدفع لكل أسير له يعني مبلغ خاص إذا كان سيد مبلغه كذا إذا كان خادم مبلغه كذا ولمن كان منهم يجيد القراءة والكتابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة ثم يفدي نفسه وينطلق جاء رسول من مكة يحمل قلادة بيده من الذي أرسله الذي أرسله زينب بنت محمد رضي الله عنها وارضها أرسلت قلادة لأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وجمعنا بها في جنات النعيم زوجة النبي محمد أمها أم زينب خديجة لها قلادة بقت هذه القلادة عن زينب رضي الله عنها فقالت أنا برسل هذه القلادة عشان أفدي زوجي أبي العاصم من الربيع يعني تخيل هذا زوجها لكن زوجها خرج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم أعطته القلادة لما جاء الرسول فتح قلادة عرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه قلادة خديجة قال وماذا قال أرسلتها ابنتك زينب حتى تفدي بها زوجها بالعاصم من الربيع فقال لأصحابه ماذا ترون يا قوم يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عينها لما رأى قلادة زوجته فكان يحبها حب عظيم يحب خديجة حبا عظيم رضي الله عنها وارضها فقال ماذا ترون فقال الصحابة الأمر إليك يا رسول الله لي تشوفه مناسب فعله فقال للعاصم من الربيع أني سأخلي سبيلك تذهب وتروح وهذه القلادة رجعها لزينب لكن عندي شرط واحد وما هو قال أول ما توصل مكة ترسل إلي زينب زينب ما تبقى معك أنت على غير ديني وزينب لا يمكن أن تبقى مع رجل على غير ديني لا لا لو سمحت ترجع لي بنتي فقال لكذاك وافق بالعاصم من الربيع رضي الله عنه انطاقل مباشرة إلى مكة وصل إلى مكة وتكلم مع زينب قال لها عودي إلى بوش أنا وعدت بوش كذا كذا هذه القلادة رجعت لك رجعت زينب مباشرة إلى أبوها رضي الله عنه بعد ذلك أسلم أبي العاصم من الربيع رضي الله عنه ومن حسن أسلامه رضي الله عنه وأرضاه انظروا يا أخوة جمال الحب اللي كان موجود بين الناس الرجل خرج ليقاتل أبوها لكن لما رأت أنه فيه شيء من الخير وتفائلت أنه سيسلم وخرج لهذا القتال مو كرها فدته بأغلى ما عندها قلادة لأمها ما استغنت عنه أما قالت خليه يولي يقافر مع السلام لا وقفت وسعت حتى يعفو عنه ويكون من ضمن من يطلق صراحهم اليوم وأنا مرت عليه هذه الحالات زوج في السجن بسبب قضايا مالية عنده مشكلة مالية خسر فيه شيء كذا شراكة دخل السجن أنحكم مثلا سنتين سجن تروح الزوجة تخلعها في المحكمة تقول لك الشاب غير يعيش مع واحد مسجون سنتين الله يعلم متى يطلع لا لا خلني عيش حياتي أروح أخلعها تفتح فيه ملف طلاق للضرر أو غيرها أو رجل يتفنش من وظيفته أو رجل اخترب بيته أو رجل مرض طاح صار معاق صار فيه شيء تستغني عنه بعض النساء هذا حالهم والعكس صحيح بعض الرجال زوجته مرضت زوجته مثلا ما تنجب أبناء زوجته فيها أمراض يعني دائما يأخذه ويجيبها المستشفى زوجته فيها ما فيها من العيوب قال لك أنا شو أبغيها خلت طلقها ومع السلامة وجاب أربعة غيرها يا إخوة الوفاء جميل أن يتخلق فيه الإنسان والمعادن الأصيلة تعرف في المدهمات والمصائب التي تصيب الإنسان لك أنت تطلع معايا تشرب معايا شاي ونتمشى ونسولف ونضحك هذه ليس صداقة لا لا لذلك يقولون الصديق في وقت الضيق تبغي تعرف صديقك ومدى الصدق هذه الصداقة اللي بينك وبينه في الأزمات والمدهمات والمصائب اللي تصيبك شوفها بيشمر عن ساعدي الجد وبيقف معاك وبيأخذ بيديك للخير أو لا هي مش الصداقة سوالف وألو تلفون وسناب لا الصداقة شيء عظيم والوفاء شيء عظيم معادنها تكشف في الأزمات والمواقف شوف ماذا فعلت زينب رضي الله عنها وقفت مع زوجها وهو أسير بين يدي أبوها حتى فقط نفكر عنه ما نست العشرة وجميل العشرة اللي بينها وبين أبي العاصب من الربيل لذلك جاء مسلما بعد ذلك تبيعها مسلما رضي الله عنه وأرضى ليش نحن اليوم نبيع العلاقات وجمال العشرة اللي بين الزوج والزوجة لأتفه الأسباب لشيء من العثارات ما في علاقة زوجية ما تتخلى لها مشاكل وهموم وغموم ما في لكن قفي إذا أنت تشتغلين عندك راتب قفي سيندي زوجك وخديه بيديه للخير خليه يرجع يوقف من يديد على رجله ويستطيع أن يقود بيته من جديد تتخلي عمنا وتبيعيه ليش أي علاقة أي حب أي عشرة هذه تجعل الإنسان يبيع أخص الناص له بهذا السبب أو لمثل هذه الظروف التي تعتري الإنسان لا يدوم لا تدوم السعادة لأحد ما في بيت تدوم فيه السعادة والطمأنينة وكل واحد رافع رجل على الرجل الجالس لا ما في بيت إلا فيه شيء من المناوشات والقيل والقال والموفق العاقل فينا يا كرام اللي تبان معادنها الأصيلة وأنا أقولها لك قبل ما أختم البرنامج الشخص اللي يوقف معك يوم طحت وعثرت هذا عض عليه بالنواجد النواجد الطواحن بش مقدمة الأسنان هني امسك عليه هذا الرجل هذا الصديق هذا الوفي هذا اللي تفخر في مخوته وهذا اللي بكرة إذا عثرت من جديد سيقف معك بعد الله عز وجل الحديث جميل لكن دهمنا الوقت وإلى اللقاء القريب يا أخوة كرام عدنا أحداث جديدة سنتكلم فيها بإذن الله عز وجل نلتقيكم إن شاء الله بالأربعة القادمة شكرا لكم يا أخوة كرام شكرا لكم أخوة المخرجين تحت الهوى شكرا للمشاهدين الكرام مستمعين الكرام نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأربعة القادمة تحياتي لكم جميعا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة